اشتركوا في القناة ولازم توقفها ودواجبك تجاه نفسك اول خسارة وجع بيصيب الانسان المتراجع اللي عنده ضمور وركود في حياته الزمن بيعدي عليك والناس بتعدي من جنبك لو بتسعى في اشغالها وفي بناء حياتها الاحساس ده بيوجع جدا ان الناس بتسبق انت عارف ليه المهزوم في المطش بيتقلم بيتقلم لان ما فيش حاجة نقصانه كان يكسب فبيتوجع واجع الهزيمة والحياة عاملة زي الملعب الكبير والجيم الكبير اللي فيه تنافسية والبني ادم بيتطمن على نفسه عن طريق المقارنة هو انا والناس اللي كانت قاعدة معايا في نفس الدفعة في نفس الدسك في المدرسة هم فين وانا فين وإن اللي نقصني عشان حقق النجاح بتاعهم وجع دفين بيفقد الانسان ثقته في نفسه ده تقيل قوي على القلب عشان كده كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة مؤتة يوم ما تقتل أحد الصحابة غدرا فالنبي جاهز جيش وقال لهم بكرة تقابلوني بعد الصبح تتجمعوا بعد صلاة الفجر برا المدينة تجهزوا الجيش وانا هاجلكم كان يوم الجمعة فسيدنا عبد الله بن رواحة قاعد مع النبي في المدينة وما طلقش يتجهز في الجيش ليه احضر صلاة الجمعة مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو يخطب واسمع الخطبة ودين قاعدين وبأخرج بعد الظهر أروح ليهم وهم قاعدين بيتجهزوا بأمر النبي بعد الفجر فلما النبي راح بعد صلاة الجمعة قال فينا عبد الله بن رواحة كان زي ما يكون يجهز نفسه ولبس وجيه بعد صلاة الجمعة قال له إيه لأخرك قال له يا رسال الله قول طاعد كده معاك الثلاثة أربعة خمس ست ساعات دول واحضر الصلاة وكده كده مش هيمشوا قال لا لو أنفقت مثل أحد ذهب ما أدركت غدوته الناس اللي شئت من الصبح دي لو طلعت الجبل أحد ذهب مش هتاخد إحساس ولا أجر تعبهم من الفجرية فبص كده لأ سبقوا الناس اللي طلعت بدري دي سبقت فده وجع وجع الركود إن فيه حد سبقك وكدت الطبيعي تبقى معاه لأ أنت ما تستحملش الوجع ده حاجة تانية البني آدم اللي ما بيقفش ويرمم ويبني الشغف اللي فقده ده للسعي يفقد احترامه لنفسه واحترام الناس لي تعرفوا أنت بتقول أنا متأخر بصص لي راجع من الجامعة عارفوا أنت بتقول كده قلبك بيحس بالإنجاز أنا كنت في الجامعة وراجع ده معناها أن أنا ملتزم وبروح وبدرس فمش هقدر روح إلا ما خلص المسئولية اللي علي بس هود لعلي التمرين وابقى لحقكو بالليل هنظف البيت ستي هنظف البيت وبعدين هبقى مش عارف هعمل إيه هلحق العزوم العائلية في حاجة بعملها في بنا في حياتي ده بيخلي بني آدم يحترم نفسه والناس كمان تحترمه وتشعر أنه هو بينجز وعنده مسئوليات آخر خسارة بيعيش بيها اللي فقد شغفه للسعي حالة من الحزن الدفينة بسبب أن الثقل التأخر أتقل على القلب من ثقل السعي يعني إيه هم السعي والمعاملة مع الناس والشغل وتحمل المسئولية والمشاكل وتحقيق التارجة آه ده صعب بس جوانا شوه التاني هم مفهوش أي فرحة أن أنا قاعد والكل بينزل وبيشتغل وبيحاول ومش أنا مفيش فرص ليا أنا مش قادر أروح مش قادر أنزل مش عايز في شغف انطفى وأنا مش عايز أوقد هذا الشغف تاني ده تقيل قوي على القلب قوي ولما سدنا النبي عليه الصلاة والسلام جاءت قبيلة الأشعريين قالوا له فلان لم نرى أتقى منه فقال لهم احكوا لي عنه فقال لا يترك مكانا إلا كان له فيه قراءة قرآن يعني أو كان له فيه صلاة فقال صلى الله عليه وسلم ومن يحمل عنه ضيعته مين اللي بيصرف عليه ومن يطعم دابته فقالوا نحن يا رسول الله قال كلكم خير منه إذا كان هو قاضي حياته في التفرغ للعبادة لكن ما بيشتغلش وما بيكسبش لقمة عيشه ومش بيضيف لنفسه ولا المجتمع وكلكم أفضل منه ما بالك اللي فاقد الشغف وقاعد ومش عايز يعيد هذا البناء عشان كده بقولك يا صاحبي بسم الله قوم معايا قوم معايا لو عندك شيء من اليأسة أو فقدان الأمل يلا هقولك على خطوات ترمم بيها هذا الشغف المفقود لأن ده حقك على نفسك اشتركوا في القناة